السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي اليوم اليوم اختارت انني نقدم لكم واحد صلاة غنية ومفيدة بزاف الصحة معا اذكر بعض الفوائد نتعاكل الفاكهة غادي نستعملها غادي نذكر بعض الفوائد اللي راها معروفة وما فيها بس اننا نذكرها فكنتمنى انا الفيديو اليوم اعجبكم نبدأ وعلى بركتي الله حاجة غادي نبدأ بها هي غادي نقطع التفاح على شكل مربعات صغار ها التفاح اللي كما معروف عليها انه كي حسن من صحة ديال الاثنان واللتا وكيساعد على انقص الوزن بالنسبة للناس اللي كيبغيوا انقصوا الوزن فالتفاح هو تيساعد بزاف وايضا تناول تفاحة واحدة يوميا فاحنا كان نحمي ونفسنا من مراد القلب اصابة بمراد القلب وكيعمل ايضا على تقليل نسبة الكوليستيرول في الدم واحد نسبة انت عشرة في المياه واحد نسبة انت عشرة في المياه من بزاف ديال الامراض اللي كيتسبب لي الكوليستيرول لان نسبة الكوليستيرول العالية في الصحافة هي مصدر معظم الامراض اللي كتصيب الانسان فغادي نستمر على هاتشكل وغادي نقطع تفاح كامل مربعات صغر اصابة كامل مربعات صغر وقوم بزاف صغر تضع صغر وفي نفس الوقت كما لحتو كمية بسيطة تخرج لنا واحد سلاطة لا بأسابيها كمية مهمة نضيف العصير الليمون والماندارين نضيف العصير اللون نضيف الرمان و الكلز الغذائي اللذيذ الغني للتعريف تبدأ الفائدة الصحية من القشرة إلى اللوب فالقشرة للرمان نزيانة بزاف المشاكل للهضم واللوب كذلك فهو غاني عن تعريف الرمان كما كلكم كنز غذائي وعديد في نفس الوقت نقطع البانان أو الموز كما لحتو قطعة هو صغيرة فالموز كي يعمل علا تحسين الميزاج والحد من الأعراض الأعراض ديال القلاق وتصوت الصور كما أنه كيحتوي علا نسبة عالية من الحديد فهو زويل الفقر الدم أما الأفوكا فهي زوينة بزاف للصحة القلب وحتى هي زوينة في تخفض مستوى ديال الكوليستيرول في الدم كما أنه زوين كي يسيطر على الضغط ديال الدم كما أنه مزيان في تنظيم مستوى الصكر بالدم ومزيان حتى للمرأة الحاملة وزوينة بالنسبة للناس اللي كي يبغي يزيدوا في الوزن فهو كيحتوي على سعرات حرارية كتر من الفواكه الأخرى فكان قطع حتى هو مربعات صغيرة على هذا الشكل وأيضا زوين كيزيد في امتصاص ديال المواد الغذائية اللي كان لكتكون معاه كيزيد في امتصاص ديال الكيوي الكيوي اللي يحتوى زوين للمرأة الحامل بزاف فهو كي يقوي المناعة ديال المرأة الحامل معتوى زوين في تخفض مستوى الكوليستيرول في الدم وكي يساعد على الهضم بزاف لأنه كيحتوي على الألياف كتيرا وتيقل المتخطور ديال الدم كما أنه كي يساعد على نوم أفضل وزوين كذلك البشرة وهو كي يساعد على الصحة ديال البشرة ونكمل على تشكل ونقطع تهوامور في صويات صغار بنفس الطريقة فكما كتلكم كيميا تقلال من كل فاكهة كتخرج لنا وحل كيميا مهمة من السالات فخوي فهذا بكا ندوزول التمر فهذا كي يضيف واحد يضافة زوين لهذا السالات فكا نضيف واحد الكيميا لبأس بها من التمر فالتمر منجة من الفيتامينات هذا مفرغ منه ومساعدتا 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 بساعدتا نضيف الزبيب والشوفان في الاخير الزبيب ايضا اللي يزوي الفقر الدم بزاف هو مصدر هام اللي كيمتل الجسم بواحد طاقة واحد النشاط فهذا معروف على الزبيب انه كيمتل الجسم الطاقة وشوفان ايضا اللي يحتوي زويل الاكتئاب يعالج الاكتئاب وزويل الامساك بزاف ونضيف واحد شوية من الرمان فما ضفتش ذاك الرمان كامل باش ما يكونش طاغي نسمة دياله على الفقر الاخرى وكاكن كون ساليت فكات يكون الشكل النهائي كنتمنى انه يعجبكم وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تدير الجيم وإلا ممشتركوا شكرا شكرا شكرا